دخو مياه النهر الصناعي يعود من جديد بعد انقطاعه يوم الاثنين الماضي بسبب دخول مجموعة مسلحة إلى محطة تغذية الكهرباء الرئيسية بالمنطقة هذا ما أكده جهاز النهر الصناعي منظومة الحسون سهل جفارة في بيان له أكد فيه عودة العمل في الحقلين الشمالي والجنوبي بعد البدء في إعادة تشغيل الأبار وفتح صمامات التحكم خطوة جاءت بعد أن أجبرت مجموعة مسلحة العاملين في البئرين على فصل الطيار الكهربائي عن حقول آباري ميه الحسونة وطالبتهم بإعادته إلى مدن الجنوب مشهد تكرر خلال الفترة الماضية خاصة مع استمرار الاعتداء على أنبيب دخل المياه وكان آخرها يوم الثلاثة الماضي عندما أدى اعتداء على الغرفة رقم 455 إلى تسر بالمياه بشكل كبير قبل أن يتم إصلاحها عقب يومين من تذبذ بتغذية مدن الشمال بالمياه جهاز النهر قال إن الاعتداءات بموقع الحسونة سهل الجفارة أصبحت خلال الفترة الأخيرة أمراً شبه مألوف حيث سجلت الشهر الماضي ثلاث عمليات تخريبية للآبار أدت إلى توقف دخل المياه مما يرفع عدد الآبار المدمرة إلى 96 حتى الآن ودع الجهاز الجهات المعنية إلى حماية الآبار والأنابيب ومحطات توليد الطاقة من الحملات الممنهجة التي تطالها ومعاقبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدلة كما شدد الجهاز على كونه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي للمواطنين كافة وبعيداً عن كل الخلافات والصراعات والمطالب الفئوية ومع استمرار هذه الحالة يحذر متابعون من مغبة الأفعال التي يمارسها بعض الأطراف بهدف تحقيق مآرب شخصية وأخرى سياسية وما يمثله ذلك من تهديد لإمدادات المياه والأمن المائي للدولة ترجمة نانسي قنقر